حسين كل الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا عبر موجات ديونة فام أخبرنا لليوم باش نبدوها بالزيارة الحدث اللي أثارت الجدل ويسع وتساؤلات كبيرة حول توقيتها أسباب التكتم عليها من قبل الحكومة التونسية نحكيه اللي هنا على زيارة مدير عام الخزينة الفرنسية إيمانويل مولان زيارة غير معلنة لتونس أول الأسبوع التقى فيها بكل من وزيرة المالية سهام البغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي في الصدد هذا أكد مصدر مطلع للدوانة فام بأنه الزيارة هذه ما عندهش حتى علاقة بفرضية توجه تونس لما يعرف بنادي باريز وأشار أنه الزيارة هذه زيارة فنية تندرج في إطار سبل دعم فرنسا لتونس في إصلاحاتها الاقتصادية الضرورية للتوصل الاتفاق مع صندوق النقل الدولي نفس المصدر قال الديوانة فام أنه زيارة إيمانويل مولان كانت مبرمجة في شهر ديسمبر اللي فات وخلال الاجتماع اللي عقده مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي تم الحديث على الوكالة التونسية للتصرف في الديون الخارجية والمفاوضات مع صندوق النقل الدولي ومذكرش نادي باريس بتاتا من جهة أخرى وزيرة المالية سيهام بغديري نمصية قالت أنه زيارة مولان لتونس كانت مبرمجة منذ فترة وصفة ما يروج عبر وما يوقع التواصل الاجتماعي بخصوص الزيارة هذية بالمغالطة على حد تعبيرها هذا زيد الخبر رينيه اليوم زيد على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض معناها الصحف كل صراحة معناها زيد كيف كيف فيه ثم مغالطة زيد على مستوى القبر هذية زيارة سيد ايمانويل مولان اللي هو رئيس الخزينة الفرنسية اللي هو معناها زيارة كانت مبرمجة مبرمجة من قبل وجي بصفته تلك معناها كرئيس للخزينة في إطار معناها زيارة لتقديم واقتراح مساعدة فنية على وزارة المالية بيش يرفقونا على مؤمنها في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وبيش يقدمونا مساعدة احنا نخدموها على المفاوضات فما مفاوضات فنية معناها ما بين الفرق الفنية قاعدة قاعدة هاليا مثل كل قاعدين نعملوا فيها على مستوى الإسلاحات الكل سيد إمانويل مولا جاء في إطار هذه المهمة لتقديم معناها اقتراح مساعدة فنية والأمر يتعلق بهذه المساعدة الفنية لغير سرحان شيخاوي نبدأ معاك عنوان الزيارة دعم فرنسي لتونس في إصلاحاتها الاقتصادية الضرورية ومساعدة فنية لوزارة المالية فيما يتعلق بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وتونس لن تذهب إلى نادي باريس كيف اشتبعت الموضوع وما هو تعليقك هو موضوع طويل هذا يعني النجم ونحكيه في بارشا لكن أنا ماذا بين لخصه في ثلاثة واربع عناصر أساسية بجمع نطولوش على العباد أولا سيمولان لي جاء دارة وعده سرحان هزش راين ميكروس وتك مش وصل بالجدار أولا سيد هذا سيمولان لي جاءنا لتونس يلقب في فرنسا برجل الأزمات يعني مدام جاء لتونس مدام فم أزمة به هذا العنصر اللوليني نحب نحكي فيه أنه أنت جاينا شخص يلقب برجل الأزمات كل الأرقام في تونس تتحدث على وجود أزمة في تونس لكن السلطة في تونس تنكر هذه الأزمة وهذا العنصر اللول وهو سياسة الإنكار سياسة الإنكار عمرها ما تقودنا إلى حل الأزمات الموجودة في تونس هذا أولا المعطى الثاني اللي نحب نحكي فيه في الزيارة هذه هو أنه نحن ولينا نعرف أخبار بلادنا من وسائل علام أجنبي وهذه توا على امتداد أشهر قاعدين نسمع في أخبار تونس على وسائل علام أجنبي وحتى حد ما كان في باله بالسيدات اللي هو في تونس إذا كان ما قرناش للأخبار اللي هبط في الموقع الفرنسي والحكومة التونسية في المعطى الاتصالي تخدم كرجل الإطفاء تجري وتكذب في البلاتويت الإعلامية وكان عليها من الأولا تكون أكثر شفافية مع المواطنين تونس وتعطينا تقرير مفصل حول لقاءه بمحافظة البنك المركزي واللقاء الثاني اللي عمله مع وزيرة المالية المعطى الثالث اللي هو معطى مهم جدا رو نحنا مزالت عنا شوية ذاكرة النجم قايمه بها رو في ماي 2021 شكون قاد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي قادها مروين العباسي ومروين العباسي محافظة البنك المركزي عنده علاقات جيدة جدا مع قيادات والمسؤولين في صندوق النقد الدولي وكانوا يشيخين عليه وعملين عليه جولة أنويل متريز بيان للدوسية الموجودين في تونس وحتى في مستوى اللغة هو يتقن اللغة الأنجليزية ويعرف كيف يتواصل معه وشكون قاد المفاوضات أيضا وكان موجود وزيرة المالية الحالية سهمنا مسايد وكثير من المسؤولين التوانسة اللي موجودين في بزارة المالية علش اخترنا أنه نحيو التوانسة هذوم الكل على جنب ونجيبه السيد الفرنسي هذا اللي هو بش يعطينا أدوات العمل مع صندوق النقد الدولي ما النجم نحلوها إلا السياسيين ويبدو لأنه تونس خرجت من الاستفاف مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنه في أوت 2021 وقت لي جاءوا الأمريكان والتقاءوا قائس سعيد لنا اقترح عليه أن يكون ماروين العباسي ورئيس الحكومة وعدهم أن يكون ماروين العباسي رئيس الحكومة واتصل به واقترح عليه الموضوع لكن بعد تم استثناء ماروين العباسي من القائمة تماما وخرج هو جاءت النجلة بودن ويبدو لأنه نحنا خرجنا من الاستفاف مع الامريكان ولينا مصطفين تماما مع الفرنسيس وهذا السبب السياسي الأول لوجود سيمولان في تونس وهو وجوده في تونس يؤكد على وجود أزمة عميقة في الاقتصاد التونسي في سياسة الإنكار التي تعتمد فيها السلطة ما عندها وينتهزنا إلا أنه تعمق الأزمة أكثر حسين العيدي مدام رجل الأزمات في تونس بالتالي هناك أزمة هذا اللي يقول فيه سرحان الشيخ خاوي يقول لك علش إلى حدود اليوم ما زلنا نمارسوا في سياسة الإنكار علش خبر مهم لهذه الدرجة يتعلق بالوضع الاقتصادي المالي المادي للبلاد نسمعه فيه وسائل أعلام أجنبية نتفش أبيه ثم فيما بعد ديما يكون تصريح المسؤولين تونسا في رد على جدل الحاصل وعلى إشاعات تخرج وعلى ناس تبدأت أول يريدهم سكتو لأنه نرجع لك للتصريح اللي تقال بالضبط وزيرة الماليش قلت لنا قلت لنا السيد جاء بهدف تقديم المقترحات والمساعدة الفنية للبلاد هذا هو سيد جاء من فرنسا لتونس بشعونا في إصلاحات الاقتصادية الضرورية لحشنا به هذا دور الكوميسيون المالي في 1800 هذي نفس الأهداف اللي جاء من أجلها الاستعمار هذا بسيط مسألة بسيطة خرجها من الاقتصاد خرجها من كل شيء خوذها بمنطقة السيادة الوطنية ما ونهار كامل سيادتنا سيادتنا يا سيد الكريم كيف تسمح للآخر بأن يسوغل كهس سياساتك المالي فرنسا اللي انت مشي لها تبحث عن دعمها نذكرك في التسعينات أو في فترة ما يعرف بالعشرية السوداء في جزائر والأزمة المالية فرنسا كانت من أكثر الدول التي استغلت الوضع لصالحها فرنسا اليوم ما كي جايتك لا جايتك على سواد عينيك ولا محبة فيك الوهم بتاع أنه فرنسا أمنا للحنون وهي عرفت المنقذ لنا أرى وغالط فرنسا تعتبرنا مساحة خلفية مصالح متاحة مرتبطة إنقاذك حتى فرنسا شوف مليح وقت مشينا في الكوفيد في أزمة الكوفيد وللغاء الديون فرنسا ملغاش الديون على الدول الفقيرة إنما بك الديون هذيك أعطاتها مبواد والسلاع من سوقها أغرقت سوء أسواق تلك الدول ببضاء عليست لها في حاجة له كما كان تعمل معنا فرنسا تعاملوا بمنطق إنك تحب تصلح تعرف شي لزمك ساعة أنت يقبل غيرك مش غيرك جاي يصلح على حسابك هذا على مستوى السياسي ومنطقك الخطاب الرديء بتاع السيادة السيادة الأم أخرج من يدينا حسين عيدي أصبح في يدي دول أجنبية خارجية هذا ما أعلن عنه هذا وقت لجيك وزيرة المالية والجيك عباد عرفت بطم طميمها تحاول تقول لك والله إليه ما جاش على خطر نادي باريس يا خياري تمشينا نادي باريس نادي باريس رك تمشي تتفاوث فيه على تأجيل وإعادة جدول ديونك مع الدول يعني نادي باريس أرحم من إنك تقول لفرنسا جيت اليوم أرحم من إنك تقول لفرنسا جيت اليوم مش خطبه المساعدة فنية كذاتا نادي لهم لك نقصطهم لك نعاود الجدول كما تعملت الناس مع البنوك أنت سيبت هذا ومشيت تجري جري عرفتها بشي تجيب كوميسون مالي راو كوميسون مالي تعرف شب عمل في 1800 الكوميسون مالي في 1800 جي من أجل ضمان إنو الدولة التونسية تسدد نفقاتها وديونها جي قسم الميزانين بتاع سيدنا البيع أكل عام الاشتر يمشي للدولة ونفقاتها من بينها نفقات البيع واشترت لاخر يمشي خلاص اليوم اليوم السيد إمانويل جانا تبارك الله فيه ويعطيه صحة سيد مولان عرفتك تعرف كل اسم مولان كيفاش مربوط دائما بالسيئة في التاريخ السيد جانا عرفتها بكل سعادة وفرح والقاروح وعرفتها مراحب بيه من الدولة دولة سيدنا هي لمحالة زادة بش يعطينا مقترحات إصلاح مالي يا إله عشر سنين لبلاد هذه والناس تخرج وتحكي أنه الإصلاح الاقتصادي هذه الصيفاته وهذه الصيفاته وهذه الصيفاته وهذه الصيفاته عشر سنين الناس الكل من يمينها إلى يسارها بمدارسها المتعد جاتوا قد متلك وصصت الإصلاح اللي انت حشتك به نسيبوا ونمشاوا للكوميسونة عرفتها مالية عن طريق فرنسا ونلافس الأزمة كيف كيف الكوميسونة المالية جاء كانت ترأسوا فيه فرنسا السيد هذا جاءتها بعد نخل نسمعوا بريطانيا ولا إيطاليا ولا حتى السعودية باعتبار أنه جوز كبير من ديونة هنا هي مع السعودية تتخلط والحمد لله على السيادة الوطنية السعيدة أكتفي بهذا القدر ومعش حب نعلق لأنه لما تجبش تعلق عابت جاء عرفتها نوع من الاستعمار هو والله خارج الدولة تبرر فيه وغاية متغشة كيف هاش الوزيرة يحكي في وسائلت لنصر الاجتماعية يا إلي أرحمنا إذن إيمان سكوحي الخبر الثاني شنوها فيك نتعدى والتصريح للأمينة العامل حركة الشعب زهير المغزاوي اللي قال في تصريح الصبرة أفام البارحة لربعة ثنين فيفري أنه والوضعية اليوم في البلاد لا تسير في الاتجاه السليم بعد ستة أشهر من أعلان الإجراءات الاستثنائية من طرف رئيس الجمهورية قيس إسعيد نهار 25 جوليا المنقضي لم يتغير شيء وقال أن أغلبية الشعب التونسي بدأ يتقلق من مسار 25 جوليا وانتقد المغزاوي في سياق متصل طريق التعامل رئيس الجمهورية مع مختلف الفاعلين السياسيين وخاصة المساندين له في علاقة بالذهاب للحوار الوطني معهم ومع المنظمات الوطنية ووجه كلامه الرئيس الجمهورية وقال له لا يحق لك أن تسوغ مستقبل البلاد بشكل منفرد مهما تكون عبقريتك التاريخ لا يكتبه الأفراد بل الجماعات نحب أن نقوله للرئيس لا يحق لك أن تسوغش مستقبل البلاد بشكل منفرد وراء حتى بش نقولك حتى لو تم الشياذي مهما تكون عبقريتك أراه فيه تاريخ الإنسانية عمر التاريخ ما كتبته الأفراد تاريخ تكتب الجماعات المنظمة وبالتحكي فيه سيادك أنا مش هاتريكسون برصو غير طبيعي أن رئيسة الجمهورية لا تتحدث مش مش نحكمه معه ولا ناخذه معه السلطة لا ما حسناش بهذا وغير ما تروح بالمرة المطروح هو أنه نتفقه مع بعضنا على ما هي الأولويات منتع هذه المرحلة في سياق متصل وتصريح للمغزاوي أيضا عبر موجات موزايك أفام قال فيه أنه البلاد هذه عندها زوز حلول يما ينجح مسار 25 جوليا وإلا ينجم يصير انقلاب حقيقي في البلاد أنا نقول لك شنور البلاد هذه عندها زوز حلول يما ينجح مسار 25 جوليا ينجم يصير حتى انقلاب حقيقي في البلاد انقلاب يعني بمعنى تتدخل قوى خارجية تتدخل قوى داخلية نمشي والسينيروات أنا اللي بتأكد منه أن المنظومة القديمة لن تعود لك عندنا زوز حلول يا سيد الرئيس يما ننجحه في بناء هالمشروع الوطن السيادي مش اللي عليه في راسك أنت ومش في راسي أنا في راسنا جميع أنا في راسة وانس وإلا قدر الله من جعناش أنا بش نهزوا البلاد هذه إلى أزمات كبيرة وكبيرة جدا سرحان شيخاوي بحركة الشعب اللي هي من أبرز داعمي مصار 25 جويلة رغم عدد من التحفظات اللي كانوا في كل مرة أعضاء الحركة هذه عبروا عليها في البلاتويت ومن خلال البيانات زهير المغزيوي يقولوا يا رئيس الجمهورية يا إما ينجح مصار 25 جويلة وإما بش يكون فما انقلاب حقيقي في البلاد أنا بش نعطيك سكوب تفضل في أول لقاء بش يقدو رئيس الجمهورية مع رئيسة الحكومة ناجلة بودان وطعا عي تله اليوم ملغودواتي يكلاشي زهير المغزيوي ويجبت زهير المغزيوي مش بالاسم بالشوية معنية حروف موجودة في اسم زهير المغزيوي ويقولوا يكلاشيه ويعمل له غناية متعراب تولي تندانس في اليوتيوب لأنه كان وقتا حاذر معنا في نفس البلاتو هذي لمين العام حزب تيار ديمقراطي غازي شواشي وتحدث وقتا قال أنه رئيس الجمهورية ما يفرقش بين المليون والمليار بعد بنهيرين كلاشيه وقال ما يجيش حتى صور دي بنقوب لأنه هذي هي السياسة في تونس هي مجرد رد فعل شوف تصريح زهير المغزيوي مش نقرأه قراءة سياسية هو سقوط آخر قلاع السياسية لرئيس الجمهورية من أكثر الأحزاب السياسية اللي دعم رئيس الجمهورية هي حركة الشعب ومن أكثر الأحزاب اللي دافعت على رئيس الجمهورية من 2019 إلى الآن هي حركة الشعب وتقريبا يتبناه معاه نفس المقاربة السياسية ونفس الأطرحات السياسية ونفس الحلول وأكثر الشخصيات اللي التقات برئيس الجمهورية حتى قبل ما يفوز برئيس الجمهورية هما جمعت حركة الشعب بما فيهم زهير المغزيوي وسالم لبي الكلام اللي قاله زهير المغزيوي هو عين الصواب إما أنك انت تفتح حوار مع الناس اللي تشترك معك في نفس الرؤية يعني نحن وقتا سميناها النقاشات أو المشاورات على قاعدة 25 جويل يا أخوية الناس اللي لا تؤمن بـ 25 جويل يواء منظومة 24 جويل اللي تعتبر أنت منظومة رجعية في المستوى السياسي يا أخوية خليها مع جنب على الأقل أنت تتشاور مع الناس اللي تشترك معك في مستوى الرؤية على قاعدة 25 جويل الناس اللي كان رئيس الجمهورية يستقبل فيهم 2020 2021 كان يستقبل فيهم مرة في الجامعة وسل رئيس الجمهورية استقبلهم مرتين في الجامعة اللي هم الأعضاء والنواب اللي كانوا موجودين حركة الشعب بعد خمسة وعشرين جويلة رئيس الجمهورية سكر بابه تماما على حركة الشعب والطيار الديمقراطي اللي كانوا من اكثر الناس الدعمين له هذا في المستوى السياسي في مستوى ما تحدث عليه زهير المغزاوي من حصول انقلاب حقيقي بعض الناس معناها ارتبكت من التصريح اذا وعتبروه تصريح خطير جدا رو زهير المغزاوي اتحدث علنا اللي نقولوا فيه نحنا في الكواليس وفي السر يعني خرجوا الى المستوى الناس الكلة في تونس تتحدث عن وجود انقلاب حقيقي يمكن انه يصحح مسار مسار خمسة وعشرين جويلة انقلاب من من سرحان الشيخاوي شو نكونوا اكثر دقة معنا اللي يحكي عليه زهير المغزاوي واللي حكيوا عليه برشا سياسيين واللي حكيوا عليه برشا اعلاميين انه ثم امتعاض كبير في تونس امتعاض سياسي امتعاض من اجهزة الدولة امتعاض من شعب التونسي ولينا ما ناشعار فين حتى غضو شنو ينجم يسير سياسيا يعني الحالة الضببية تماما وهذا شنو يقودك اذا كان انت ما عندكش خيار اخر يقودك لانو نمشيه في مسارات قسووية في المستوى السياسي او حتى في مستويات اخرى ما نحبش نحكي عليها انا لكن الناس الكلة تتحدث على انو المسار هذا اذا قف في مرحلة معاينة واستدم بالجدار في موقف في مراحل معاينة في انو بش يصير انقلاب في تونس لتصحيح مسار هالمسار هذالي هو اصلا تسمى تصحيح مسار على رئيس الجمهوري انو يحلو اذنيه اكثر ويسمع الشخصيات السياسية هذوما رغم ما همش ينصحو فيه من منظور انا محبوة موقع السياسيين همك موقعين سياسيين وعائلات سياسية معروفة بش تقعد راهي معروفة قرون القدام لكن هما ينصحو فيه في مستويات سياسية معاينة ونختم بهذا رو حتى رئيس الجمهوري وهذا يخل في استيئة كبير بالنسبة لذوما كيقول النواب الكل هم فزدين وكيقول النواب الكل يحبوا على مصالح يخيزوا هير المغزاوي من نواب الفزدين او سالم الابيض من نواب الفزدين او النواب اللي يحبوا على مصالح المسائل هذه لا تستقيم وتقديري انو اثارت في الناس هذوم الكثير من الاستياء واذاك عليش ترد فعلهم كان سياسيين بالمستوى هذه حسين العيدي هذي يقعد هوني السؤال شفنا اخر لقاء لرئيس الجمهورية مع امين عامل منظمة شغيرة نردين طبوب يقول احنا مستعدين للنقاش كنفكروا شنو وقال ولكن ليس مع اللصوص فقاموا الاحزاب السياسية قالوا به هيك هو اعمل حوار مع الاحزاب اليوم اللي هي مهم شي لصوص مهم شي فزدين على اساس مصار 25 جويلة سرحا شيخاوي منذ قليل يقول تصريح المغزاوي هو عبارة على سقوط اخر القلاع السياسية الدائمة لرئيس الجمهورية شنو ورايك حسين العيدي شوفوا ما فيه شنو ورايك شنوية الواقع السياسي العيشين وهو واقع رديء جدا بشكل غير مسبوق ماذا لدينا لدينا احزاب سياسية ظنت في لحظة 25 جويل امكانية للانقاف واعتبرت قبلتها حتى ان كان عليها التحفظات وغيرهم بهدف انه مسالش المرحلة استثنائية قد تسمح باصلحات استثنائية غفلت او تناست انه الرئيس قعلن الخطوط وكان واضح وصريح انه سيده في تجاه وحاتي فكان عليها منذ تلك اللحظة ان تختار ياما تقف وراه صف وتسكت او تعلن على الموقف واضح وصريح وليس ان تنفقها ستة اشهر وهي تحاول فيه من تحاول فيه ساريا والدي يهديك والدي يجعل منك والدي يبارك فيك زيد لانو الرئيس عودنا على انه كل مرة يخرج ويقول انه يعطينا مؤشرات وملامح هك انو هناك تعديل في السياسات ويرجع بعد 24 ساعة بالوقت ويساعد ويذهب الى مناطق اسوأ من السابق خلينا واضحين مع الاتحاد مع الناس الكل زوهير المغزاوي اللي خرج اليوم وقال كونه لم يعبر فقط على ميزاج حركة شعب انو معاش فهم امكانية كي تعرفتها معاش فهم اواقع يسمح عبر على ميزاج شعبي مش ميزاج حركة شعب فقط ميزاج شعبي انو 25 جولية لم يثمر عن شيء بل اثمر عن تضخم الذوات المحيطة بالرئيس وبذات الرئيس نفسه الذي بات يعتبر خريطة الطريق ما تعتبروش من ثمار المسار هذي حسن العيدي ايو خريطة عن اي خريطة تسقيف زمني خراراتهما طالبوا بتسقيف زمني طالبوا بخريطة طريق وافحة حيثما استشارة شعبية هوفما استفتاء هوفما انتخابات 25 جولة لماذا اتت ما هو هكا من الهاجع بالطرف بالتفصيل 25 جولة جات لتنهي حالة من الفوضى والضباب من حالة من الصبيانية في المشهد السياسي وتأسيس مشهد جديد مش تأسس مسهد جديد لا يمكن ان تقصي منه احد مش تعمل قواعد دستور جديد قانون انتخاب جديد ونظام السياسي جديد مش مش تعمل على افصالتك مش بلوزن على قياس الرئيس رأي قواعد عيش مشترك للرئيس الحالي وللرئيس السابق القادم ولمئة رئيس يأتي يعني انت بقاعد تخط في دولة في اركان ومؤسسات نظام سيعيش مش كل عشر سنين ايوة لكن سرحان سمحني هوفما استفتاء الشعب بش يعبر على رأي وفما لجنة بشتنيقش للقرارات والخيارات يعني ويمش تعمل بشت رئيس الجمهوري ومش تعمل بشت رئيس الجمهوري الى غاية يومي امس يومي امس ذفرين المهز الاستشارة بين ذفرين والمهز لم يغير ذفرين مئة وعشرين الف خرج الرئيس قبل وقتها يميات الف وقالك هاي النتائج متاح الرئيس لم يقوم بالاستشارة من اجل ان يسمع تونسيين الرئيس قام بالاستشارة من اجل ان يسمع ما يوريده وان يطبقه باسم التونسيين هايجا نتفق على هذي ما غير ما نقعد ونعملو كحركة الشعب لا والله ما يقصدوش ودق حركة الشعب رئيس التونسيين خدمة مفسر للرئيس كما كان يعمل سامير دين ويذكروا بالخير الرشد الغنوشي وان يعملوا بسيب ولا حد من قيادة حركة النهضة وان يطوزها يخرج سامير دين واخرش عن سيق يبدو يفسر المغزاوي وحركة الشعب كانوا يفسرون قوموا بحمل التفسير اكثر من جمعة الرئيس لا ما يقصدوش هكاكة وراهمون متماجهة وغيره اجمع سيبون لبسوا الحية تفهموا كلم سرحان انو الدولة تدافع عن نفسها ايه الدولة تدافع عن نفسها لانو تونس رو مش فت اخذلي قبل خمسة ايام تقريب انا خرجت تقريري متاع الكريسيس جروب او مجموعة لازمات ايش يقولك يقولك نحنا من الدول اللي في الفين واثنين وعشرين يلزم العالم يرقبها لانها مهدى بالانهيار مش تشهد ما حرفتها مش تشهد اللي مش تعيش في تونس قاعة تعيش فيه اليمن اليمن رفع حرب اهلي بالحثيين واجمع الاخرين اللي تعيش فيه سوريا سوريا حرب عندها توم من الفين واثناش اللي تعيش فيه دول في حروب اكثر من هكه مؤشر على انو هذا الرجل الذي يقوده البلاد يذهب في مشروعه الخاص ايش تحب ايمن سكوحي الخبر الثالث والاخير نختموا بدعوة المكتب التنفيذي لحركة النهضة للتظاهر النهار لحد ستافيري في شرع الثورة تضامنا مع نور الدين البحيري وللتعبير على رفض ما اعتبرته الانتهاكات اللي طالت الحقوق والحريات منذ ما وصفته بالانقلاب على الدستور وفق البيان الصادر البارحة لربعة جدت ايضا حركة النهضة مطالبتها بالافراج الفوري على البحيري وحملت مسئولية سلامته لرئيس الدولة والوزير الداخلية كيف كيف زادها حملت المسئولية الكاملة للسلطة القايمة على تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين واستنكرت محاولات السلطة القايمة على الحكم الفردي وتعميق الأزمة السياسية كما دعاة الانهاء الحالة الاستثنائية واستئناف الحياة الديمقراطية في ظل الشرعية الدستورية وفتح حوار وطني شام لحقق الاستقرار السياسي والحكومي من أجل وضع بداء الاقتصادية تنقذ البلاد من شبح الافلاس من جهة أخرى دعاة ما يقارب 22 من المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب كافة التوينسا للمشاركة في وقت فاحتجاجية تنتظم نهار 6 فيفري على الساعة العاشرة صباحا بساعة الشهيد بالعيد اللي هي ساحة حقوق الإنسان الأحياء الذكرة التاسعة لغتية لشهيد شكري بالعيد من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة القتلة ومحاسبتهم ومن بين المنظمات اللي تعادت للوقفة هذه الاتحاد العام التونسي للشغل الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الربطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد الوطني للمرأة التونسية ندى معك سرحان شيخوي أطرف سياسية اليوم تقول التحرك اللي تدعو له حركة النهضة أريد به تشويش التحرك اللي تنظمه عدد من الأحزاب والمنظمات يوم 6 فيفري لأحياء الذكرة التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بالعيد هو ما وش مجرد تشويش أنا تقديري الخاصة أنه هذه قلة ذوق سياسي من حركة النهضة أنه أنت جي نار 6 فيفري وتعلن على التحرك شوف من حق حركة النهضة أنه تداف على النوردين البحيرة وغير النوردين البحيرة هذا من حقها لكن فمزوز رمزيات هي رمزية المكان ورمزية الزمان رمزية المكان أنه حركة النهضة تدعو إلى تظاهرات في نفس الشارع اللي بيش تخرج فيه المنظمات هذه باش تتحرك فيه سياقات ترفع الشعارات حل ملف اغتيال تقريبا في نفس الوقت في نفس المكان واللي هو أشارح ببورجيبة وفي نفس اليوم وفي نفس الزمان أحنا اللي إسمعناها من قيادات حركة النهضة 26 جويلة إلى الآن شيقولوا يقولوا أنه رئيس الجمهورية يحاول أنه يسحبهم بشكل مباشر إلى معارك شعبية أو معارك جماهيرية ومن بعد يتمزج بهم في السجن بيهو رئيس الجمهورية خارج الإطار هذا تماما هاي حركة النهضة هي اللي أصدرت قرارها باش تمشي نهار ستة وعشت نهار ستة في بري إلى مواجهة مباشرة مع الناس هذوما اللي هما بشيخرجوا إذا كان انت بش تلقى ناس في الشارع معناها هما يحاولوا على البحث في مسارات حقيقة ما حصل في قضية الشهيد شكري بالعيد تلقى بجانبهم بالضبط تلقى حركة النهضة اللي هي الكثير من الناس اللي كانت مع شكري بالعيد معناها مناظرين زملاء أو أول كثير من الناس اللي تدافع على قضية شكري بالعيد وجهوا أصعب على الاتهام إلى حركة النهضة بشكل مباشر الوين تنجمت هزنا لحكاية هذه الحكاية هذه ما تنجمت هزنا إلا إلى معركة متاع الشارع وتنجمت أثر بشكل كبير جدا على الاستقرار والسلم الاجتماعي وهذاك عليش أنا قلت لك قلة ذوق سياسي من حركة النهضة قلة ذوق سياسي من حركة النهضة ما تنجمت هزنا إلا إلى معركة الشارع شنوى تعليقك سرحان العيدي حسان العيدي لبثة مش تعليق عرفت بلايش كولك معناها ريتها بلاد تبقق وحالة حليلة والمشهد عرفت يعلم به كالربي في الأخر أنت عندك حيات يتمثل في رئيس الجمهورية ومشروعه من بعد تلقى أفعة تقول لك يا تبوس الحيات تبوس في هي نبوس الحيات نتحم في الحيات ومنبوس في لفعة حركة النهضة طول استوعبت أنه 25 جولي هو نتاج فعالها السياسي نتاج تلك الركاكة السقطية خلينا نقولها بالتونسي خلينا نقولها بالتونسي ونتحول مسؤوليتي خلينا نرفعه قضية رأوا أنه شخص تم اغتياله نهار 6 فيفر 2013 وانت بلا بها فترة كنت تشرع العملية اغتياله وتشيطن فيه تجي تختار مناسب تحياء ذكره بيش تحتج وتلحق نفسك تستليه على ذلك التاريخ رأي ما عنداش حتى معنى آخر لا معنى سياسي لا معنى سياسي لا معنى سياسي لا بزولي لا يدخليننا من في شوم التفسير السياسي والتفسير الفلسفي والاجتماعي والإثني ولكتحب علي اخطاك اخطاك هذه حاجات رأوا زايد تعمل فيها حركة وصلت من السقوط الأخلاقي إلى ما حتش عندها بلاسة ما حتش عندها بلاسة رأي حسينيقس كان التظاهرة تصير قدام منزل شكري بالعيد لا تخرج من غادي وترفع تصور شكري بالعيد او عرفت او بحير او بالعيد اعلى دار بك لنا حيت حادي بشتفهم انتي انو على قدم البلاد ريتا تبدأ تستوعب انو خفص وعشرين جميلة انحرفها ولابد من تصحيح الرئيس اجيك حركة النهضة تعطيك موقف او دعوة او تعلن عن شيء تخلي الناس ريتا تقبل بالحيت ولا تقبل به النهضة كان تعمل بوز وتيش بد راح ستو شهور يكفي تالي بلاد تلقى تريق اما هي والنحة دي ما راجع اذا شكرا لك حسين العيدي من سكوحي شكرا لك سرحان شيخوي ايضا بعد موجز الاخبار بجيكون حاضر معنا شكيب بن مصطفي الفقرة الاسبوعية الاقتصادية القارة موعد موجز الاخبار ونوصل معكم هنا تونس